عن التسمية عند الوضوء واجدة أم سنة جداكم الله خيرا التسمية عند الوضوء عند الإمام أحمد رحمه الله واجدة من قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والنفي هنا نفي لحقيقة الوضوء يعني لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه وقد جاء الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا فهو صالح من احتجاج ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن التسمية واجبة في أول والوضوء ومن تركها متعمدا لم يصح وضوءه أما من تركها ناسيا فإنه يصح وضوءه وذهب الجمهور إلى أن التسمية عند بداية الوضوء مستحبة وليست واجبة وعن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه في هنا الكمال وليس هو للصحة هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهم العلم ترجمة نانسي قنقر